موسيقى تتباه المشاركة دير منزخب الوطني كورة الحادر الشاطعية أنا كأعتبرها إيجابية لأنها أول وصول لنسية النهاية في الطرف اللي كيعش كورة الحادر الشاطعية في المغرب كان أعتبرها لأنها كمكت كييجابية لأنه كنا عندنا عدة إكراهات لأنه باش نلقاوا لاعبين اللي شاركو فاد تظاهور الإفراقية كنا رأينا مشكل كبير خصوصا أنه بعض اللاعبين لكنه كيعتبروا من ركائز من ركائز الأساسية دي المنتخب الوطاني ما تمكنوش أنه ملتحقوا بالمنتخب نظرا لعدة أسباب منها أنه بعض اللاعبين أنهم تصابوا تلاخر لحظة كنا واحد اللاعب محتاري في مليليا وقع عقد احترافي في أحد فرق في إسبانيا وما انتحقش بنا كنا لعب وكيلي كي لأفوس وفيت برشيد يعني عقد المنطاني الأول وعنده عقد احترافي تاو ما تمكنش أنه يتحق بنا يعني رقينات الآخر لحظة يعني دينا لاعبين لما ما عندهمش تنافسية ما عندهمش ما عندهمش يعني المستوى دي اللي باشي لعبوا كأس إفراحيا أنا ما كنقللش من جيتهم وما مشكورينتهم وما داروا لي بجاهدهم ولكن تشيلي كين لأنه إحنا كنا نتمنى أننا نبلغوا النهاية وبالتالي نتأهلوا الأول مرة الكأس العالم ولكن متأتشين لذلك كما قلت لك نتيجة إيجابية أنك تصل لنصف النهاية وكنتمنى أنهم من القدام إن شاء الله يتم العمل لم تستوى العصاب لأنهم الحمد لله المغرب كما كعرف جيمي عندهم 3500 كم من الشواطع خسنا نديروا شي عامل مع العصاب باش يتكونون هناك بطولة وطنية باش يكون عندك متسع دي الاختيار لأنه كل 11 أصبة إلا كنت تكون له أصبة عندها استد فورق هتحسب يعني عدد اللاعبين غيكونو سيكون عندك كأطورة تحنية غيكون عندنا الأرضية باش نختاروا منتخب الوطني كون قادر على مسارعة فورق الكبرى في هذه الرياضة ما كان نقروش للمجهودات اللي كتحوم من الجامعة الملكية المغربية اللي كورت العادم في توفير الظروف المواتية للاستعداد منتخب الوطني نقولك عندنا إكراهات على مستوى التركيبة البشرية إنما عجبت شنا تتربية المشاكل المادية ولا المشاكل المعسكارات من الجامعة مشكورة أننا كتوفرنا جامعة الظروف هناك مشكلة لعدنا هو أنهم كالقوش للاعيبين اللي كون عندهم الجاهزية اللي كون عندهم تخصوص في كورة الحادم الشاطئية هذا هو المشكلة لعدنا كما قلت لك إليكم كنت عندنا بطولة كان غيكون عندنا بزاف دي الاختيارات وعاوتين غيكون غيكون العصاب غييندامجوا معنا وغيقول لي واحد المخطاط على مستوى المستوى متوسط للبعيد هنقدرون أن يكونوا تكوين دي المدربين يعني المدربين يعني أخونا اللي ما أخدمش في كورة الحادم الشاطئية غيكون عندك واحد المتسع من الاختيار هدو أول وإشكال اللي عندنا ما قلت لك أنا الحمد للله وجدنا احنا عندنا دابل سأسانة كنا كنديرو أسبوع في كل شهر كندخلوا التداريب كنتبرنو كندجيبوا لاعبين قلت لك أنا تل تل شهر الأخير يعني بزاف دي الاحواج تبدله منهم أنا كما قلت لك لاعبين أنهم وقعوا العقود احترافية ممكنش يجيوا لعبوا معنا أنا في لغة يكون عندنا التخصص يعني يكون ملواجب على ذاك اللاعب اللي غات اللي غات تستفت لي الدعوة أنه يجي متل المنتخب الوطني أصيحنا كتأثرنا بشكل كبير لأنه المنتخب الميصري أنا كلاعب ولكن فنت خدت كإطار التقنية مع مروم ربحونا با ذاك الحصة ولكن قلت لك أنا في المقابلة الأولى وقلتنا مع المنتخب من بلد مونطيم وما كانوا أكثر موتيبي نحن الدرالي كانوا لاعبين أول مرة كانوا يشاركوا في تدورة دولية أنتك عارف بأنه عندما تعزف الناشط الوطني يدخلوا إما تكون إيجابية إما تكون سيربية إما تتخلع إما تتموتيبها في مرن الناشط الوطني نحن كنا داخلين سيرنا المقابلة شرط الأول سفر للسفر شرط الثاني واحد للسفر ولكن شرط الثالث كان هير بداني تام لأنه كان عندنا مشكلة بدانية والذي هو كبير المتتبعين والذي تفرجوا في مقابلة بأنه ديما عندنا مشكلة في شرط الثالث وهذا راجع لك لأنه اللاعبين رأي مشينا بعض لاعبين ما متتربينش مشينا كنستد لاعبين اللاعبين والأخر ما كانوا عندهم مستعداد بداني يعني ما كانتش تشانجمه بسدار بالفعل لأنه كما عندك ما عندكش البديل عندك اللاعبين كتلك طابلنا رابع بطالبي اللي كان أحد الركائز الأساسية وكيلعب في الدفاع طابلنا مع المتصوى الرباط الصاليبي طابلنا اللاعب اللاعب إبراهيم اللي اللاعب في مليليا تاو مدافع اللاعب وكيلي اللي كان مهاجم يعني كيكون هونسيم كي خرقوة تنائية اللي هي خطيرة على الخصم كان اللاعب اللاعب آخر تاو ما تسمكش أنا والتاحبين او مربعة اللاعبين دبا ما شوكش يعني كان عندنا مشكل كتك وخا كنا كان نبريبار باللعابة وكنا كان نديرو واحد المستوى أنه هاد الفارق اللي غيمشي فانتبعتو لك اللعاب يعني بلون بي ما عندكش عندك بلون آ إلا ما كيش عندك بلون آ رغة تكرس شوف الجمهور من الحق يقول أي حاجة وعرف أن فيسبوك يعني أي واحد قدر يقول أي حاجة يعني عندك الحق ولكن الانتقاد كان مرى النتيجة الأولى ولكن في المهم مقابلة الثاني والثالثة عرفوا بأن الدراري يعني ذلك المقابلة كانت يعني 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 صحاب صيف اضغياد دازس وانتبكنا ننفوزه في مقابلة الثاني والثالثة وقلت لك شخص يعني مع BIZIO kinds ما كيشوفوا الشخص يعني ما كيشوفوا شون الموحيد هما يقولوا كيجولك بأنه هو احتكار ولكن انهم عارفوا بأنه مستفرح الداوي هو الي جاب الرياضي للمغرب وهو اليقى يعني عابوا بكي كافح حنا بديت من بي Цفل ليت كلاعب ما بديتنيا يعني لا مصرف جيب لا concentração لا كنا نتلقاه في المنابع كانت منابئة السابياتية وبالفضل لأنه أخدام وكيف يكافح لتوصل الدمي في نال وكيف تحوج يعني كيف تضيف ترنوة الانتغناصيون يعني هذي فأقادير كنا في زنافة بدوري دولي يعني كنا أمور السعادية ونهازمنا ضد مصر ولمسألة اللي خصنا نوضحه يعني المتتبع الكريم ولمتتبع دي كورة عدم الشاطئية وعن نتيجة السل واحد رفق كورة عدم الشاطئية رعادي ما كنت منامتكوش تسفيات حسابات أنا كنت منا كان نقلس بزايف مع التشيشة واحد المشرف العام على كورة عدم الشاطئية في السينيغال قلست معه وعرفتش أنه كان في السينيغال السينيغال ديرين بطولة السينيغال بدأتهم بجوزة يعني بجوزة عوصحاب ديروا بطولة على متسوا السينيغال عندهم تتبع كونشتين اللاعبين اللي عندهم يعني راه أنا كنبان قصر حدهم يعني تباك الله قوة جسمانية وخير دليل على ذلك أنه كفازوا علينا في النص نهاية وفازوا في فنال على نيجيريا بسال واحد دابت نيجيريا غينوضوغ يقولك لا الشخص راه السينيغال غاديين خدامين ديروا بطولة عندهم اختيارات ملحظوا على الكأس السنة الماضية عندهم خمسة مشاركات في كأس العالم الناس راه وصلوا نحن راه كما قلت لك إلا كان شي حاجة راه من هنا القدام إن شاء الله إلا كان واحد عمل على مساوى الإدارة التقنية أو على مساوى العصاب باش يكون واحد يكون سيجام بناد الأطراف باش إن شاء الله تكون بطولة في البداية تكون بطولة العصاب ومن بيع تكون بطولة وطنية قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجيوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر